أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية استمرار واتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بين مصر والجزائر حول قضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك بما يعكس تعزيز وحدة الصف العربي والأفريقي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة وحسب ما أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية فقد أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة المباحثات الثنائية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعبا للأواصل التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين ومن جانبه أكد الرئيس الجزائري أن زيارته الحالية إلى مصر تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين موضحا تطلعه لأن تضيف هذه الزيارة زخما إلى الروابط المتينة والممتدة التي تجمع بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي هذا وقد ذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة وذلك بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل والاستعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء بالبلدين في أقرب وقت هذا وقد شهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركة حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز جهود المشتركة والتنسيق الحثيث بين البلدين كما تم التأكيد أيضا على الشراكة الاستراتيجية بين كل من مصر والجزائر في إطار جهود مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة على المستوى الإقليمي فيما تم التطرق أيضا إلى آخر تطورات الملف الليبي حيث توافق الرئيسان على تكثيف تنسيق الرؤى والمواقف إزاء أليات حالة الأزمة الليبية كما تم أيضا التوافق حول أهمية التواصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم حول ملء وتشغيل السد بما يحقق مصالح الدول الثلاثة ويحافظ على الاستقرار الإقليمي كما تم أيضا التباحث بشأن مستجدات القضية الفلسطينية حيث تم ناء رئيس الجزائري الجهود المصرية في هذا الإطار خاصة ما يتعلق بالتثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بينما أكد السيد الرئيس أن جهود مصر تنبع من مسؤولية مصر الإقليمية والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية هذا وقد تم التوافق بين الرئيسين على أهمية الانخراط في مسار التسوية السياسية للوصول إلى حل عادل وشامل ودائم لقضية الفلسطينية وفقا للمرجعيات الدولية ترجمة نانسي قنقر